موسيقى السلام عليكم قبل ما نبدأ مراجعة فيلم مون فول لازم نحكي عن موضوع السيناريو طبعا الكلام الي بدي احكيه هو كلام انا ديرسو يعني ما لي قرآنه في مكان معين وجاي عم بحكيه انا ديرسو دراسة وعلى دراية تام فيه بكل اختصار السيناريو بنقسم لك 3 اقسام رئيسية او بيبعنا اخر بنقسم لك 3 اثلاث ربطة الاول هو التلت التي بتملش فيه القصة بتعرفني على القصة وبعرفني على الشخصيات اما الثالث الثاني هو التلت اللي انت بدخلني بقا بالاحداث بدخليني اذا كان في حالة توتر انا التوتر انا اتوتر في حالة زعل انا ازعل في حالة سعادة انا ازعل ونفس الوقت هو القسم اللي بتتواجد فيه اللغز تبع هاي القصة الشائل المحمص بهاي القصة اللي ما قبل الذروة اللي انت بتقعد على اعصابك لحتى نتعرف موrench ما بده يصير هذا هو القسم اللي بيحمسك للفيلم أما التالت التالت والأخير هو القسم اللي بتتحلحل فيه القصة بتفهم القصة بالشكل المزبوط 100% وبتوصل بقى للخادمة إذا كان في عندك واحد بديموت بيموت بديك واحد يعيش بيعيش الاثنين بيحبوا بعض بدون يتلاقوا بتلاقوا بدون يفترقوا بيفترقوا هو القسم اللي خلاص رح يخلص عنده الفيلم وانت كمشاهد تعرف كل شيء متعلق بهذا الفيلم طبعا هذا الكلام اللي بحكيه هو مختصر كتير 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 كبير لموضوع السيناريو لأنه موضوع السيناريو جدا عميق أنا أعطيكم مثل بقولوا اللوك باللي لازمني لحتى أشرح الفكرة اللي بدي أحكي فيها المتعلقة بفيلم مون فول هلأ أنت لحتى توصل لذروة القصة أو بمعنى آخر لحتى توصل للتلت التالت ما بتحسن تستغني عن التلت الأول والتلت التاني من المستحيل أنك أنت توصل للتلت التالت من دول هدول التلتين ممكن تقليق قصة مي مفهومة بالبداية ما ضروري أنت بالتلت الأول تفهم الشخصيات تفهم أساس أرامعك في هذا الموضوع ولكن لازم يكون في عندك ترتيب معين مثل ما حكينا التعريف عن القصة التعريف عن الشخصيات بعدين تدخل لموضوع أنك أنت ما كتير فهمان وأنت متحمس وهكذا بعدين تتحلح للأمور ما عندي مشكل في هذا الموضوع ولكن من دون تواجد القسم الأول أو التلت الأول والتلت التاني من المستحيل توصل للنهاية وانت مبسوط وفعليا هذا الشيء اللي صار بفيلم مون فول وصلنا للنهاية هذا الفيلم بطريقة مخربطة بشكل مو طبيعي على الإطلاق الخربطة اللي كانت موجودة في التلت الأول والتلت التاني بتحس أحداثها بتصير ما لعلاقة واحد من الشرق وواحد من الغرب هيك بتصير وهيك بتصير ومدري إيش لحتى يوصلوك للنهاية فالخربطة اللي صارت الضعف اللي كان موجود بهذا النص يا جماعة مو معقول أبدا يعني أبدا مو معقول وممكن هذه القصص إذا أنت بتعرف فقط بالسيناريو راح تحس أديش النص ضعيف بطريقة ما هي طبيعية بتحس ولد صغير عم بيكتب نص لفيلم عم بينعرض بالسينمايات وشيء على مستوى كتير كبير مو منطق أبدا هذا الفيلم يكون السيناريو طبعه بهذا الضعف أو النص طبع بهذا الضعف مو طبيعي أبدا فعليا هي السلبية الأولى الموجودة بهذا الفيلم ومع الأسف الشديد أنا ما كنت شايف أي إيجابية ممكن يجي واحد هنا يقول لي المؤثيرات البصرية كانت جميلة وأنا معك عزيزي المشاهد المؤثيرات البصرية كانت موجودة بفيلم مونفول كانت جميلة وأنا كنت مستمتع فيها ولكن بعد ما طلعت من الفيلم وهذه الشغلة أنا حكيتها في الحلقة الماضية حلقة أهم الأفلام ومسلسلات والأنيميات اللي راح تنزل بهذا الشهر بالمناسبة إذا أنتم يعني بتكون تتفرجوا هايك شي راح تلاح لكم حلقة الفيديو هون أوراحت الكورنيات تحت فيه الوصف حكيت بهذه الحلقة أني أنا متحمس لهذا الفيلم وذلك بسبب مشتهي أشوف المؤثيرات البصرية بعد ما نزلت الحلقة وشفت هذا الفيلم طلعت من الفيلم عدد صفت بيني وبين حالي إنه أوكي كانت المؤثيرات البصرية حلوة بس يا أخير نحن بالـ 2022 من الطبيعي جدا تكون المؤثيرات البصرية بأي فيلم حلوة هذا الشيء الطبيعي هلا إذا بدك تقول لي بدي شيء أنا مو طبيعي بدي شيء يكون يعني فعلا أستمتع بالمؤثيرات البصرية هون أنت بقى بدك تطع من الطبيعي إلى الخارق للطبيعة هذا الشيء أنا بشوفه أي فيلم رح أشوفه هاي السنة إذا كان المؤثيرات البصرية جميلة أوكي هذا الطبيعي خلص هذا صار شيء طبيعي إذا بدك أنت تتفاجئني أعطيني شيء غير طبيعي بدي شيء خارق للطبيعة لحتى أنا أتفاجأ طيب خلينا نجي للنقطة الثالثة اللي بدي أحكي فيه بهذه الحلقة أنه أنا مالي من مشجعي أفلام الخيال العلمي والكوارث الطبيعية ومدري إيش أنا ما بعرف هذا الرأي الشخصي ما كتير بحبذ هذا النوع فأنا كنت متحمس لهذا الفيلم بسبب أنه في عنا نحن القصة بحد ذاته في عنا أمر بده يصطبن في الأرض وحيصير كارثة طبيعية والبشر رح يموت والكور الأغضية تنفجر ومدري إيش ففي عنا شيء يعني إلى حد ما أنا حسيت أنه ممكن يطلع منه حلو وأنا كنت معلق آمال كتير كبيرة صراحتاً على هذا الفيلم أنه رح يعجبني وكنت عب أقول لحالي أنه إن شاء الله هذا الفيلم يغيم من وجهة نظري لأفلام الخيال العلمي والكوارث الطبيعية ومدري إيش ولكن هذا الفيلم يا جماعة يعني عد ما أنا مالي معجب بهذا النوع خلاني أكره هذا النوع بزيادة مو طبيعي أبداً مو طبيعي اليوم أي واحد بيجي بيقول لي أنه أنا عندي فيلم فيه كوارث طبيعية أول شيء رح يتبادر لزهني أنه رح يكون فيه عندي أنا شيء أتعاطف معه يوم تتخيل كارثة طبيعية الأمر رح يضرب في الأرض ففعليا الأرض رح تنفجر وانفجار الأرض أو تكسير الأرض أو انتهاء الأرض هذا بيعني كل الناس في العالم رح تموت فهون أنت لازم يكون فيه عندك حالة تعاطفية ما بينك وما بين هذا الفيلم تنشأ هاي الحالة فبسبب ضعف النص اللي حكينا عليه قبل شوي والخربطة اللي كانت موجودة ما كان فيه هاي العلاقة على الإطلاق أنا ما كنت متعاطف على الإطلاق لا مع شخصيات ولا مع الأرض ولا مع الأمر ما كنت متعاطف أبدا أنا قاعد كنت تعب أشوف مؤثرات ما إشباشية وشايف أنه الأمر بده يضرب بالأرض ودرح تتفجر الأرض رح يموتوا الناس أنه أوكي خلاص بطلع من الفيلم وخصص القصة ما كان في عندي ذاك الرابط التعاطف ما بيني وبين الفيلم ده أنه بالأخير مثل ما حكيت لكم فيلم كارثة طبيعية أخي الناس بدي تموت الكرة الأرضية بدي تنفجر فأنت من الطبيعي تكون متعاطف مع هذا الموضوع بدك تزعل أو بتكون من توتر أنه يا رب ما يصطدم الأمر في الأرض مشان الناس ما تموت هذا الشيء أنا ما كنت أبحث فيه على الإطلاق وطبعا عدم إحساسي بهذا الشيء بينوب على نقطين جدا مهمات الأولى حكيان عليها موضوع السيناريو وخربطت النص الشغل الثاني هو التمثيل ما بدي أقول أنه الممثلين كانوا سيئين بس ما بحثين بقول أنه هن كانوا عامل إيجابي بهذا الفيلم ما لهم عامل سلبي وما لهم عامل إيجابي هن كانوا عب يأدوا الشيء اللي لازم يأدوا ما كان فيه شيء يعني مثل ما يقولوا يعطيني هذا التعاطف مع الشخصية أنه والله تمثيله كان خارق للطبيعة فأنا بتعاطف معه ومدري إيش كان التمثيل على أده مثل ما بيقولوا أنه عبمشي الدور فقط لغير ما كان فيه ذلك الشيء اللي يخليني التعاطف على الإطلاق لحتى أعطيكم رأيي الأخير في هذا الموضوع أنا بشوف صراحة هي قصص يعني ممكن تكون مكررة ولكن حلوة حلو أن الواحد يشوفها يعني الفكرة بحد ذات أنه في عندك أمر رح يصطدم في الأرض وحيصير كارثة طبيعية حلو أنك أنت تشوف هذا الموضوع ولكن ما بيعفلش أنا هذا الشيء بحث فيه فيه كتير أفلام حلوة ولكن أنا بالنسبة إلي ما بتعاطف مع هذا الموضوع ما بحث عن الموضوع من الشيء اللي أنا بحبه بيمكن لأنه مع بجيني ذاك الفيلم يلي بيخليني أنط وأقول أنه واو أنا شايف شيء خارق الطبيعة هذا الفيلم كان عب يتم الترويج إليه فيلم موف والله حين زيب 2022 من أفضل الأفلام ما حتكونوا مدري إيش ولكن فعليا أنا بحطه من هلأ من هلأها بحطه من أسوأ الأفلام من 2022 لأنه ما بعرف يعني إيش الغلط اللي ممكن هنن يتجنبوا لحتي يصير الفيلم حلو أنا مع بفهم يعني السيناريو ليش موحلو الإخراج ليش ضعيف طيب الممثلين ليش ما بيجيبوا ممثلين كويسين النص ليش ما عطفوا تكتبوا بطريقة صحيحة مؤثرات البصرية أخي أنتو عندكم فيلم خيال علمي فأنتو عندكم الصلاحيات المطلقة أنك أنت تعمل مؤثرات بصرية خارقة للطبيعة ليش ما عم تتقلق في هذا الموضوع ليش عطفني إيها بشكل طبيعي أنا بدي شيء خارق للطبيعة هذا الفيلم محتاج شيء خارق للطبيعة لحد ينجح هذا الشيء ما عم بتشوفه أبدا في هذا الموضوع وأنا هذا الشيء اللي فعلا بيديقني من أفلام الخيال العلمي أنه يا أخي طيب يعني عملوني شيء بقى قوي عملوا شيء يليق بكلمة الخيال العلمي بدي شيء خيال أنا هاي الكلمة بحد ذاته الخيال العلمي بتعني بدك شيء خيالي ما عم بشوف أي شيء خيالي في هذا النوع من الأفلام النقطة الأخيرة المتعلقة بهذا الفيلم اللي بدي أحكي عليها ألا وهي موضوع النهاية أتقل لكم أنه التلت الأخير من الفيلم أجا عن طريق التلتين الفوضويات جدا اللي كانوا موجودين بس حتى النهاية اللي كانت موجودة ما خلتني اقوم انط انه امسك راسي ومدري ايش لأن نهاية اكتبعه كانت والله من محمسة او متوقعة انه والله شيء يعني يكون خارقة الطبيعة ولأ كانت جدا عادية وبنفسه لوقت عدم المنطقية والاشياء كلها اللي حكيناه هنا بيعطي تقييم صراحة جدا سيء لهذا الفيلم هذا كان رأيي عن فيلم مومفول صراحة خيبة امل بفين 22 مع الاسر الشديد انا كنت توقع شيء جيد ولكن لا ما كان شيء جيد على الاطلاق وانا زعلن على هيك فيلم اه كنت بتحمس له كتير بس اه ما بعيد فهذا رأيي عن الموضوع باتمنى تكتبولي تحت رأيكم في الكومنتات تحطوا لايك على هذا الفيديو اذا اعجبكم تشتركوا في القناة زي ما يكون مشتركين خلونا نتناقش عن هذا الموضوع واي فيلم اي مسلسل اي انامي جديد بينزل كونوا متأكدين انه رح تكون مراجعته دائما بوجودة انا زلمة ما عندي لاش اغرب لا عملة مركز دائما على هدول الموضيع عب احاول اختم الحياة كلها في هاي القصة ما بعيد فليش هيك عندي انا هيك خاص ما بعيد وشكو حالة الجي صلى الله عليه وسلم